سنة ثماء وعشرين ومائتين حدثنا وكيع حدثنا مسعر بن حبيب الجرمي حدثني عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يا أمنا قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن قال فلم يكن أحد من القوم جمعا من القرآن ما جمعت قال فقدموني وأنا غلام فكنت وأمهم وعلي شملة لي قال فما شهدت مجمعا من جرمين إلا كنت إمامهم وأصلي على جنائزهم إلى يومي هذا حسن إسماعيل أخبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال كنا على حاضر فكان الرقبان وقال إسماعيل مرة الناس يمرون بن راجعين من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدنوا منهم فأسمعوا حتى حفظت قرآنا وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول يا رسول الله أنا وافد بن فلاء وجئتك بإسلامهم فانطلق أبي بإسلام قومه فرجع إليهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أكثركم قرآنا قال فنظروا وأنا لعلى حواء عظيمين فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا غلام فصليت بهم وعلي بردة وكنت وكنت إذا ركعت أو سجدت قلصت فتبدو عورتي فلما صلينا تقول عجوز لنا ظهرية غطوا عنا استقارئكم قال فقطعوا لي قميصا فذكر أنه فرح به فرحا شديدا حثنا علي بن عاصمين قال خالد الحذاء أخبرني عن أبي قلابة عن عمري بن سلمة قال كانت تأتينا الرقبان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستقرئهم فيحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآنا